مع تنامي الصراع الأوروبي الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا ضقت دول أوروبية نقص الخطر بشأن الجاهزية العسكرية لجيوشها ألمانيا، أكبر قوى اقتصادية في أوروبا بدأت بإحداث تغيير ملحوظ في سياستها الدفاعية المستشار الألماني أولف شولتس وأمام ضباط الجيش الألماني أكد ضرورة أن تصبح بلاده القوى المسلحة الأكثر تجهيزاً في أوروبا وأكد شولتس أن على الأوروبيين تحمل مسؤوليات أكبر بكثير في حلف شمال الأطلسي في إشارة إلى تعرض الدول الأوروبية أكثر من غيرها لتداعيات الصراع الروسي الأوكراني في الأشهر السبعة الماضية منذ هجوم روسيا على أوكرانيا تم بذل الكثير صندوق المئة مليار يورو بات حقيقة واقعة حيث سنزيد ميزانية الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي يمكن للجميع التخطيط لذلك أيضاً حرب في أوكرانيا شكلت منعطفاً في السياسة الدفاعية الألمانية ففي يونيو الماضي صوت البرلمان الألماني لصالح تعديل دستوري يتيح إنشاء صندوق بمئة مليار يورو لزيادة ميزانية القوات المسلحة الألمانية كما تقرر رفع الإنفاق الدفاعي لما يزيد على 2% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل دائم بعد أن كان 1.3% في السابق تحول يعتبر الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية حيث من المتوقع أن تصبح برلين القوة الضاربة لحلف الناتو في أوروبا خلال السنوات المقبلة خاصة مع موافقة واشنطن قبل شهرين على تزويد برلين بما يصل إلى 35 طائرة F-35 إلى جانب ذخيرة ومعدات بكلفة تقدر بـ 8.4 مليار دولار وعلى الرغم من أن مسألة تحديث الجيش الألماني لا تزال موضوع نقاش داخل المؤسسات الألمانية إلا أن الحرب في أوكرانيا وتداعياتها أيقذت اهتمام برلين بالقوات المسلحة لتعود معها أسئلة المراقبين حول قدرتها على استعادة مكانتها العسكرية بين الكبار حول العالم ترجمة نانسي قنقر